اهلا بكم اعزائي المشاهدين الى حلقة جديدة من مقابلة خاصة وهذه المرة مع احمد مسعود قائد جبهة المقاومة الوطنية في افغانستان اهلا بك سيد مسعود يعني نبدأ من ما تعلنون باكثر من مناسبة بانكم لا تعترفون بسلطة وحكم طالبان رغم انهم الان يسيطرون على اغلب الاراضي الافغانية هل لازلتم على الموقف ذاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للاجابة عن سؤالك فيما يتعلق بتبدل موقفنا فهذا يعتمد على ما تقوم به طالبان وان الحركة لم تفعل شيئا لتحسين الاوضاع المعيشية للشعب الافغاني ولم تبدأ بعملية اكتساب شرعيتها من الشعب ولم تمضي قدما في العملية التي اقترحناها لضمان تحقيق السلام والاستقرار في افغانستان للأسف كل ذلك لم يتغير ولهذا فان موقفنا بدوره لم يتغير حتى الان وبالتالي هل يمكن ان غيروا بما يفعلون وبقراراتهم ان تتكاتفوا معهم باطار سلطة تشاركية سلمية تماما اقترحنا ذلك عليهم مرارا وكنا نأمل في التوصل الى ذلك منذ البداية يجب ان اؤكد لكم وللمشاهدين انني لم اكن في اي حرب ضد طالبان ولم اكن جزءا من اي حكومة او منظومة فساد او قتل فانا رجل مدني وعندما جاءت حركة طالبان كنت امل ان تعلن عن قيام نظام جديد وحكومة تستمد شرعيتها من الشعب وتسمح للاطراف والجماعات كافة بالانضمام اليها لتشكيل حكومة افغانستان الجديدة لسوء الحظ عندما استلمت طالبان السلطة لم تقبل باي جماعة او طرف من خارج حركتها واقامت نظاما قمعيا مناهدا للقيم الاسلامية والقومية الافغانية ولكن اذا بدلت الحركة نهجها وفتحت ابواب الحوار والتسوية السياسية فنحن نفضل ذلك على الحرب هذه الحرب فردت علينا ونحن لا نستمتع بها ليس امامنا خيار اخر حاليا اسمحي لي ان اكون واضحا وصريحا لقد تعلمنا في ديننا انه اذا تقاتلت فئتان من المسلمين فيجب الطلب من طرف خارجي المساعدة على حل المشكلة بينهما وان يحكم بينهما وحالما يصدر الحكم على الاطراف كافة قبوله واذا اعتدى طرف على اخر فعلى المسلمين الوقوف ضد المعتدي هذا بالضبط ما نواجهه نحن نحاول التوصل الى حل والكثير من علماء المسلمين تدخلوا كطرف خارجي من اجل حل مشاكلنا مع طالبان وانا منحت السلطة الكاملة والشرعية لتلك المجموعات لاصدار حكمها وهي طالبت باحلال السلام ولكن لسوء الحظ رفضت طالبان وسطتها وهاجمتنا فحربنا وجهادنا هما من موقع الدفاع نحن ندافع عن ديارنا ضد الغزو ولم نهاجم أحدا فإذا ما قبلوا بالتغيير واستمدوا شرعيتهم من الشعب الأفغاني فسنكون مستعدين بالكامل للتعاون معهم شكلتم ما يعرف بجبهة انتفاضة بنشير كمعارضة مسلحة ولكن يبدو أنها لا تحدث فرقا بوجود أكثر من 33 ألفا من أفراد طالبان في بنشير تحديدا كيف تواجهونهم؟ ما حصل هو الآتي لم تصدق حركة طالبان أننا بعد شتاء أفغانستان القارس في هذه المنطقة الجبلية وبعد انقضاء أشهر عدة والعالم يترقب ويتابع من دون تحريك ساكن لم تصدق الحركة أن المقاومة لم تصمد فحسب إنما ازدادت قوة وهذا ما حصل بالضبط لم نتمكن من الصمود في وجه الشتاء القارس فحسب بل صمدنا في وجه أعداد غفيرة من مسلحي طالبان وبدأنا ننتشر في عدد من المحافظات وهدفنا هو ضمان حصول الشعب على ما يستحق حكومة إسلامية والعيش بسلام مع بعضنا البعض ولكن لسوء الحظ فإن الصورة والنظام ونوع الحكومة التي تحاول طالبان فرضها على الشعب الأفغاني تناقض ذلك كله سيد مصعود من أين تقودون المقاومة من داخل أو خارج أفغانستان؟ القيادة العسكرية للمقاومة موجودة داخل أفغانستان وأنا أعمل باستمرار مع مختلف الأشخاص من داخل وخارج أفغانستان من يدعم الآن جبهة انتفاضة بنشير؟ الشعب الأفغاني الشعب الأفغاني وكل من يحب الحرية والعدالة وحقوق المرأة والتعليم كل هؤلاء يقدمون لنا الدعم لأننا لا نسعى للحصول على منصب حكومي لأحمد مسعود أو غيره ما نقوم به في الحقيقة هو القتال من أجل تحقيق هذه القيم الجوهرية للإسلام والإنسانية ولسوء الحظ فإن الشعب الأفغاني حرم منها كما تعلمون إن المرأة ليس لها الحق في الذهاب إلى المدارس والإثنيات المختلفة لا تستطيع العيش بسلام وحرية وعمليات القمع تزداد في شكل مستمر بعدما تولت هذه الجماعة القمعية للسلطة فالوضع في أفغانستان بالمقارنة مع الأعوام الفائتة أصبح مزريا ويزداد سوءا باستمرار نحن ندافع عن هذه القيم لتحسين الأوضاع الإنسانية للشعب وندافع عن هذه القيم والعدالة والسلام والاعتدال والأهم من كل شيء ندافع عن الإنسانية هذه هي القيم التي ندافع عنها وكل من يدعمها يدعم جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان أما إن كان سؤالك عن دولة معينة تدعم المقاومة فالجواب هو النفي نحن نتواصل مع عدد من الدول ونعبر لها عن وجهات نظرنا إلا أن الدول كلها التي نحن ممتنون لها تطالب بحكومة شاملة تحترم القانون الدولي وهذا ما نطالب به نحن أيضاً حكومة تمثل مختلف الأطياف تستمد شرعيتها من الانتخابات وبقرار من الشعب ومن خلال احترام القانون الدولي لا يبدو أن المجتمع الدولي متحمس لدعمكم كما حصل مع والدكم الذي واجه طالبان بالنسخة الأولى لماذا برأيك؟ أولاً وقبل كل شيء والدي حصل على الدعم من المقاومة لأنه وقف في الجهة الصحيحة وكان والدي يعرف تماماً ما هي تبعات صورة التي تقدمها طالبان والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية للعالم الإسلامي والعالم أجمع أود أن أشدد على هذا الأمر وأركز عليه لكم وللمشاهدين ولأصدقائنا خارج أفغانستان إن الصورة التي تقدمها السعودية والإمارات ودول أخرى للعالم هي صورة الإسلام المعتدل والمتجدد والمتسامح أي الإسلام الحقيقي ولكن للأسف هناك جماعات أخرى ترغب في الاستمرار بالتعبير عن صورة التشدد وقطع الرؤوس وحرمان النساء من الذهاب إلى المدارس بسبب معتقاداتها المتخلفة لقد وقف والدي في وجه هذه العقلية المتخلفة وأراد إظهار الوجه الحقيقي والمعنى الحقيقي للإسلام هذا بالضبط ما تقوم به الآن السعودية والإمارات ودول أخرى للأسف حتى في ذلك الوقت وقفت الجماعات المتشددة في أفغانستان ضد هذا الاعتدال وهذه المعتقدات وشنت هجوما شاملا على شعبنا وحرمتنا من فرص السلام لقد زار والدي شخصيا المخيم العسكري لطالبان لعقد السلام معهم واستشهد بآيات من القرآن الكريم تشير إلى وجوب الاستعانة بطرف خارجي دولة أو جهة إسلامية للتوسط من أجل إحلال السلام بينهم طالبان للأسف رفضت اختراحه ولهذا السبب لم يكن لدينا أي خيار سوى الدفاع عن ديارنا وأمهاتنا وأطفالنا والأمر ذاته يتكرر الآن ربما العالم لا يقدم لي الدعم الآن وأنا لا أنتظر الدعم منه إن الله معي لأن كل ما أقوم به يتوافق مع تعليم الإسلام أنا عندما كنت في دياري اقترحت السلام على طالبان إلا أن الحركة هاجمتنا وقتلت أطفالنا وأمهاتنا وأخواتنا وفقا لتعليم الإسلام يجب أن أدافع عن بيتي وعائلتي ضد هذا الاعتداء وهذا هو خياري الوحيد لذلك العالم كله يراقب وينتظر إلا أن الأمور قد تتغير قريبا لأن الأوضاع في أفغانستان تزداد سوءا يوما بعد يوم وأستطيع أن أرى موجات متزايدة من التشدد بدأت تنتشر في أفغانستان معلوماتنا تشير إلى أن أفغانستان تحولت إلى ملاذ آمن للإرهاب وللجماعات المتشددة التي لا ترغب بزعزعة استقرار أفغانستان فحسب بل باستغلالها كملاذ آمن لزعزعة المنطقة وشبه الجزيرة العربية ومناطق أخرى هذه النيران مستعرة في أفغانستان ربما العالم يراقبها الآن ولكنه لا يستطيع البقاء على هذا النحو طويلا الوضع الحالي الذي فرضته حركة طالبان والنظام الذي أرسته لا يمكن أن يستمر طويلا يجب أن يتغير ويجب أن يستمد شرعيته من الشعب وهذا الأمر لا يحصل حاليا إسمح لي سيد مسعود أن نتوقف مع فاصل قصير نتابع بعده هذه المقابلة الخاصة انتظرونا مشاهدين أهلا بكم من جديد مشاهدين نواصل هذه المقابلة الخاصة مع أحمد مسعود قائد جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان أهلا بكم من جديد كيف تقيمون عام على حكوم طالبان؟ كيف حال الأفغان الآن؟ للأسف إن الأوضاع في أفغانستان تزداد سوءا يوما بعد يوم كما توقعنا من الأسباب التي تدفعنا للمقاومة أننا كنا نعلم بأن أفغانستان ستصل إلى هذه المرحلة فالنساء للأسف لا يستطعنا الذهاب إلى المدارس وحرمنا بالكامل من الحق الذي وهبه لهن الإسلام والإنسانية والقوانين الدولية كما أننا نرى أن نظام التعليم في أفغانستان فاشل تماما بسبب هجرة الآلاف من المعلمين والمسؤولين عن المؤسسات التربوية الوضع الإنساني في أفغانستان يواجه مشاكل جسيمة وحتى الاستقرار السياسي داخل طالبان مزعزع كما تعلمون هناك خلافات كثيرة بين طالبان والجماعات الأخرى حتى الشخصيات السياسية غير مرتاحة لما يحصل وهي لم تقدم يد المساعدة لطالبان من أجل إعادة بناء البلد لأن الحركة لم تفسح المجال للآخرين للمشاركة في حكومة يتعاون فيها الجميع لإعادة بناء بلدنا نرى أن الحركة تواجه مشاكل عدة داخل أفغانستان ومع الجماعات الأخرى وفي الحقيقة طالبان حولت أفغانستان إلى ملاذ للإرهاب ولم تقطع علاقاتها بالقاعدة وبالجماعات المتشددة الأخرى وتؤكد ذلك التقارير ومنها التقارير الأممية التي تشير إلى أن أفغانستان تحولت إلى ملاذ آمن للإرهاب مرة جديدة فبعد مرور عام نرى أن طالبان اكتشفت أن الدولة تحتاج إلى أكثر من القتال من أجل تحريرها وهذا ما حاولنا أن نضحه لطالبان طوال أعوام المفاوضات في الدوحة وفي بلدان أخرى حتى عندما اشتركت في المحادثات مع ممثلي طالبان قلت لهم إن الاستلاء على دولة أمر سهل إلا أن حكمها صعب لا تكرر أخطاء الماضي ولا تكتسبوا شرعيتكم بفوهات البنادق اسمحوا ببدء عملية وطنية في أفغانستان بدعم من دول العالم ولا سيما منها الدول الإسلامية من أجل تأسيس حكومة شرعية تكون طالبان طرفا فيها لبل تمثل الجزء الأكبر منها إلا أن طالبان لم تصغي واعتقدت أنها ستستولي على البلد وتقوم بعمل أفضل إلا أن ما حصل هو أن أداء طالبان لم يكن أفضل والأوضاع في أفغانستان ازدادت سوءا وهذا هو السبب الأساس لمقاومتنا فعلى حركة طالبان أن تبدأ عملية وطنية تشمل الجميع وتصغي إلى مطالب الجميع وأن تشكل حكومة شرعية تضم مختلف الأطياف وأن أي اعتراف قارجي لن ينفعها لأن الشعب الأفغاني ليس راضيا عن أداء طالبان ولم يمنحها شرعيته أين هي القيادات السياسية الأفغانية الآن وما دورها؟ أنا على اتصال بعدد من الشخصيات السياسية خارج أفغانستان البعض منهم كان يأمل أن تكون طالبان الحالية نسخة جديدة من طالبان القديمة تحقق التغيير المنشود إلا أن آملهم خبت كثيرا بسبب ما وصلت إليه الأمور الآن كثيرون يتحدثون عن إطلاق عمليات جديدة لبث الأمل في الشعب ونحن نعمل معهم من أجل تحقيق هذا الهدف بالعودة إلى موضوع حقوق الإنسان وحقوق المرأة ما تقييمكم للوضع الراهن؟ للأسف الأوضاع في أفغانستان أسوأ بكثير مما كان يتوقعه الجميع من الأشياء التي تعارضها طالبان في شكل مطلق حرية التعبير لقد أحكمت قبضتها على البلاد وهي لا تسمح بنشر أي تقرير منصف وتقوم بممارسات دموية ضد كل من يحاول نشر تقرير عما يحصل في أفغانستان إن قمعهم للشعب الأفغاني والإثنيات المختلفة وأعدام الأشخاص من دون محاكمات عادلة لم يصل إلى هذه الدرجة من السوء في السابق إن السلوكيات الدموية مثل قطع رؤوس الأبرياء والمدنيين باتت منتشرة في أفغانستان كل أعمال طالبان تتسبب بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد أفغانستان لطالما اعتمدت على الدعم الأجنبي ولكن لسوء الحظ وبسبب عقود من الحروب أثرت على المدنيين من ضمنهم أنا شخصيا نحن نرغب بإعادة بناء أفغانستان وأحلال السلام والأمن بدلا من العودة إلى الحرب أنا لا أستمتع بهذه الحرب ولا أرغب بها لأنها تنافي معتقداتي وطبيعة إلا أنها خياري الوحيد حاليا من أجل الدفاع عن حقوق شعبي وقد أرغمت عليها هذه هي مشاعر الشعب الأفغاني حيث أصبحت هذه الدولة أكثر فقرا بسبب سوء الإدارة والفساد المتنامي إن فساد الحكومات السابقة على مدى عشرين عاما قامت بأكثر منه طالبان خلال تسعة أشهر من حكمها فمستوى الفساد ارتفع كثيرا والوزرات لا تحصل إلا على فتات من الدعم حتى وإن حصلت عليها فهي لا ترصد للأشخاص الذين هم في حاجة إليها بالفعل كل هذا في الوقت الذي يعاني فيه العالم من نقص حاد في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار والفقراء الأفغان هم أكثر من يتأثر بذلك شكرا لك سيد أحمد مسعود قائد جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي هذه المقابلة الخاصة إلى لقاء قريب مع مقابلة جديدة دمتم بالفخير ترجمة نانسي قنقر